السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بنا العزاء طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الأزهري مع الفصل الدراسي الأول وكتاب الإسلامي الجديد حل التدريبات الواحدة الثالثة والدرس الثاني طبعا دات ناس أو الناس فكرت أني في التعليقات بارك الله فيه الاجتماعات وصل الاجتماعات وصل الصلاة بتحمي الفرد الإنسان المسلم من كل أنواع الشرور يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر تمام all sorts of abominations and vices number two prayer is the first particular devotion that prayer الصلاة is the first أول يعني practical devotion حاجة عملية للإخلاص بتاعك that تمام lead to salvation تقود أو تؤدي إلى إيه الإخلاص أو خلاصك يعني من النار ودخولك الجن وإذا تطبيق عملي للإخلاص بتاعك يؤدي إلى خلاصك ونجاتك وزحزهتك عن النار believers who offer their prayers with sincerity believers اللي هم المؤمنين المؤمنون اللي بيؤدوا صلواتهم بإخلاص ما لهم يا دع are the successful are the successful أولئك هم الفائزون ناجحون there are no intermediaries فيش أي شفعة between me the worshiper and god بين العبد وربه worshiper اللي هو العبد أو العبد والقاد طبعا الله عز وجل a prayer is a practical devotion prescribed تمام فرضت الصلاة دي كام five times a day خمسة مرات في اليوم والليلة prayer is a practical devotion تمام prescribed يعني فرضت تمام five times a day تمام true or false performing prayers is a distinctive mark of a Muslim طبعا true صح الصلاة دي هي المميزة للمسلم ما بيننا وبينهم تركوا الصلاة فرق بين المؤمن والكافر تركوا الصلاة muslim perform five prayers a night ناشي هي five prayers بس مش a night تمام يوم وليلة تمام كيف قلوا اليوم مش في الليل بس تمام بجاي false بجاي false خطأ prayers associate you with worldly engagement ال prayer بتassociate يعني بتشغلك with يعني بتكرس لك وبتخليك يعني with worldly engagement طبعا الله خطأ the dissociate يعني بتفصلك الحمد لله من الworldly engagement خذ لك خمس دقائق مع ربك عز وجل طبعا نمبر four ال prayers بجا صلاة تstrengthen and بتخوي and enliven بتنعيش the belief in الله بتخوي صلاة قبلها of course طبعا true نمبر five timing of the prayers counters worldly activities timing of prayers counter worldly activities بعرض بعرض النشاطات الحياة والحياة هي طبعا لا طبعا ايه false الصلاة بتخليك تشتغل كويس بتمدك بالطاقة وبتفصلكش ابدا حاشا وكل answer the following questions briefly جاوب الاسؤال دي باختصار الحمد لله باختصار why do prayers occupy the keep position impractical diversion ليس صلاة بتاخد كل الاهتمام ده يعني ليه ليه طبعا ده سؤال كبير قوي بس اختصار ممكن نجرها من هنا أحسن انها distinctive feature of believer of a believer طبعا هدا ايه مميزة للمؤمن يعني بتصلي ومبتصليش انت مؤمن ومش مؤمن هي بقى ايه اول حدا انها distinctive feature تاني حدا انها protect the individual from all sort of sins and devices تمام بتحميك من الفحشاء والمنكر من الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر زائد انها طبعا بتعمل ايه renews بتجدد الconvenant او الميثاق او الrelationship between العبد و ايه و his god و ربه كفا يبقى ثلاثة حالات انها distinct feature وانها protect the individual والثالثة انها renew the covenant or relationship what does a believer renew during prayer ايه بيجدد طبعا قلنا confident الميثاق اللبين وعبد ورب confident ودو مسلم سيك when they stand for prayer بيبحث ان ايه طبعا ايه forgiveness و satisfaction يعني هداية الله ومخفيرته ورضوانه طبعا عند النون والأجكتيف والأدفرب والفرب اسم وصفة وظرف والفرب temptation الاسم الأجكتيف بتاعها tempting والأدفيرد طبعا temptly حطوا اللي هو يعني والفرب طبعا من ايه tempt طب النون بتاع submissive طبعا submission والأدفرب submissively والفرب submit طبعا communicatively طبعا دنون بتاع communication مشهورة communicative والفرب communicate طيب observance طبعا adjective بتاع observance observant والأدفرب بتاع observably والفرب طبعا observe طيب النوم بتاع obedient طبعا obedience والأدفرب obediently والفرب obey يطيع طيب ترجم ترجم perform prayer protect an individual from all from all sorts of malice hatred and vices by providing them by providing him with the chances of direct communication with his creator five times a day الصلاة بتprotect بتحمي الاندفج الاندفجول كل حد كل حد مفرد كل إنسان from all sorts من كل أنواع الماليس الماليس اللي هي البغضاء الكراهية الهيترد برضو الكر vices vices اللي هي فحشاء by providing him with chances of direct communication يعني فرص وإتاحات من الاتصال المباشر مع الله عز وجل صلاة بالله عز وجل with his creator خالقه عز وجل five times هذه خمس مرات في اليوم تمام الصلاة وصلتهم بين العبد وربه دون واسطة يبقى prayer is a link between the worshiper and god without intermediaries بدون أي واصلة بس كده يا سنو ولا يا سنو يا أدبي دعوتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته